بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما تعلمنا وبما علمتنا لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل لنا أمورنا وقل النسياننا وافتح لنا نبأ بالخير وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الإمام السيوطي رضي الله عنه ونفعنا الله به وبعلومه وبجميع المسلمين في كتابه الدر المنثور في التفسير المأثور ووصلنا إلى قول الإمام رحمه الله وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أوحى الله إلى موسى أن أسر بعبادي ليلا إنكم متبعون فأسرى موسى ببني إسرائيل ليلا فأتبعهم فرعون في ألف ألف حصان سوى الإناث وكان موسى في ستمائة ألف فلما عاينهم فرعون قال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائضون وإنا لجميع حذرون فأسرى موسى ببني إسرائيل حتى هجموا على البحر فالتفتوا فيذاهم برهج دواب بفرعون فقالوا يا موسى فقالوا يا موسى أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا هذا البحر أمامنا وهذا فرعون قد رهقنا بمن معه قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وأوحى إلى البحر أن اسمع لموسى وأطع إذا ضربك فثاب البحر له فثاب البحر له فثاب البحر له أفكل يعني رعدة لا يدري من أي جوانبه يضرب فقال يوشع لموسى بماذا أمرت قال أمرت أن أضرب البحر قال فاضربه فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق فكان فيه اثنى عشر طريق كل طريق كالطود العظيم فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر وأوحى إلى البحر أن اسمع وأطع أن اسمع لموسى وأطع إذا ضربك فثاب البحر له فثاب البحر له أفكل يعني رعدة لا يدري من أي جوانبه يضرب فقال يوشع لموسى بماذا أمرت قال أمرت أن أضرب البحر قال فاضربه فضرب موسى البحر بعصاه فانفلق فكان فيه اثنى عشر طريق كدل طريق كالطود العظيم فكان لكل سبط فيهم طريق يأخذون فيه فلما أخذوا في الطريق قال بعضهم لبعض ما لنا لا نرى أصحابنا فقالوا لموسى إن أصحابنا لا نراهم قال سيروا فإنهم على طريق مثل طريقكم قالوا لن نؤمن حتى نراهم قال موسى عليه السلام اللهم أعني على أخلاقكم السيئة فأوحى الله تعالى إليه أن قل بعصاك هكذا وأو ما بيده يديرها على البحر قال موسى بعصاه على الحيطان هكذا فصار فيه كوات ينظر بعضهم إلى بعض فساروا حتى خرجوا من البحر فلما جاز آخر قوم آخر قوم موسى هجم فرعون على البحر هو وأصحابه وكان فرعون على فرس أدهم حصان فلما هجم على البحر هاب الحصان أن يقتحم في البحر فتمثل له جبريل على فرس أنثى فلما رآها الحصان اقتحم خلفها وقيل له سترك البحر رهوى قال الطرقا على حاله ودخل فرعون وقومه في البحر فلما دخل آخر قوم فرعون وجاز آخر قوم موسى أطبق البحر على فرعون وقومه فأغرقوا وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن موسى عليه السلام حين أسري ببني إسرائيل بلغ فرعون فأمر بشات فذبحت ثم قال لا يفرغ من سلخها حتى يجتمع إلي ألف من القبط حتى يجتمع إلي ستمائة ألف من القبط فانطلق موسى حتى انتهى إلى البحر فقال له إن فرق فقال له البحر لقد استكثرت يا موسى والنفرقت لأحد من ولد آدم ومع موسى رجل على حصان على حصان له فقال أين أمرت يا نبي الله بهؤلاء قال ما أمرت إلا بهذا الوجه فاقتحم فرسه فاقتحم فرسه فسبح به ثم فسبح به فاقتحم فرسه فسبح به ثم خرج فقال أين أمرت يا نبي الله قال ما أمرت إلا بهذا الوجه قال ما كذبت ولا كذبت فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربه موسى بعصاه فانفلق فكان فيه اثنى عشر طريقا لكل سبط طريق يتراؤون فلما خرج أصحاب موسى وتتام أصحاب فرعون التقى البحر عليهم فأغرقهم وأخرج عبد بن حميد والفريابي وابن أبي حاتم والحاكم وصحها عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن موسى عليه السلام لما أراد أن يسير ببني إسرائيل أظل الطريق فقال لبني إسرائيل ما هذا فقال له علماء بني إسرائيل إن يوسف عليه السلام لما حضره الموت أخذ علينا موثقا ألا نخرج من مصر حتى ننقل تابوته معنا فقال لهم موسى أيكم يدري أين قبره فقالوا ما يعلم أحد مكان قبره إلا عجوز لبني إسرائيل فأرسل إليها موسى عليه السلام فقال دلين على قبر يوسف فقالت لا والله حتى تعطيني حكمي قال وما حكمك قالت أن أكون معك في الجنة فكأنه ثقل عليه ذلك فقيل له اعطيها حكمها فانطلقت بهم إلى بحيرة مشقشقة ماء إلى بحيرة مشقشقة ماء فقالت لهم أنضبوا عنها الماء ففعلوا قال تحفروا فحفروا فاستخرجوا قبر يوسف فلما احتملوه إذا الطريق مثل ضوء النهار وأخرج ابن عبد الحكم في فتوح نصر عن سماك بن حرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما أسري ببني إسرائيل غشيتهم غمامة حالت بينهم وبين الطريق أن يبصروه وقيل لموسى لن تعبر إلا وماك عظام يوسف قال وأين موضعها قال ابنته عجوز كبيرة ذاهبة البصر تركناها في الديار فرجع موسى فلما سمعت حسه قالت موسى قال موسى قالت وما وراؤك قال أمرت أن أحمل عظام يوسف عليه السلام قالت ما كنتم لتعبروا إلا وأنا معكم قال دليني على عظام يوسف عليه السلام قالت لا أفعل إلا أن تعطيني ما سألتك قال فلك ما سألتي قالت خذ بيدي فأخذ بيدها فانتهت به إلى عمود على شاطئ النيل في أصله سكة من حديد موتدة فيها سلسلة فقالت إنا دفناه من ذلك الجانب فأخصب ذلك الجانب وأجدب ذلك الجانب فحولناه إلى هذا الجانب وأجدب ذلك فلما رأينا ذلك جمعنا عظامه فجعلناه في صندوق من حديد وألقيناه في وسط النيل فأخصب الجانبان جميعا فحمل الصندوق على رقبته وأخذ بيدها فألحقها بالعسكر وقال لها سليما شئتي قالت فإني أسألك أن أكون أنا وأنت في درجة واحدة في الجنة ويرد علي بصري وشبابي حتى أكون شابة كما كنت قال فلك ذلك وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه قال أوصى يوسف عليه السلام إن جاء نبي من بعدي فقول له يخرج عظامي من هذه القرية فلما كان من أمر موسى عليه السلام ما كان يوم فرعون فمر بالقرية التي فيها قبر يوسف فسأل عن قبره فلم يجد أحد يخبره فقيل له ها هنا عجوز بقيت من قوم يوسف فجاءها موسى عليه السلام فقال لا تدليني على قبر يوسف فقالت لا أفعل حتى تعطيني ما أشترط عليك فأوحى الله إلى موسى أن اعطيها شرطها قال لا وما تريدين قالت أكون زوجتك في الجنة فأعطاها فدلته على قبره فحفر موسى القبر ثم بسط رداءه وأخرج عظام يوسف عليه السلام فجعله في وسط ثوبه ثم لف الثوب بالعظام فحمله على يمينه فقال له الملك فقال له الملك الذي على يمينه الحمل يحمل على اليمين قال صدقتا هو على الشمال وإنما فعلت ذلك كرامة ليوسف عليه السلام وأخرج ابن عبد الحكم من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان يوسف عليه السلام قد عهد عند موته أن يخرجوا بعظامه معهم من نصر قال فتجهز القوم وخرجوا فتحيروا فقال لهم موسى إنما تحيركم هذا من أجل عظام يوسف عليه السلام فمن يدلني عليها فقالت عجوز يقال لها شارح ابنة آي ابن يعقوب أنا رأيت عم يوسف حين دفن فما تجعل لي إن دللتك عليه قال حكمك فدلته عليه فأخذ عظام يوسف عليه السلام ثم قال احتكمي قالت أن أكون معك حيث كنت في الجنة وأخرج ابن عبد الحكم من طريق الكلب عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن الله أوحى إلى موسى أن أسر بعبادي وكان بنو إسرائيل استعار من قوم فرعون حليا وثيابا أن لنا عيدا نخرج إليه فخرج بهم موسى ليلا وهم ستمائة ألف وثلاثة آلاف ونيف فذلك قول فرعون إن هؤلاء لشرمة قليلون وخرج فرعون ومقدمته خمسمائة ألف سوى الجنبين والقلب فلما انتهى موسى إلى البحر أقبل يوشع بن نون على فرسه فمشى على الماء واقتحم غيره بخيولهم فوثبوا في الماء وخرج فرعون في طلبهم حين أصبح وبعدما طلعت الشمس فذلك قوله فأتبعوهم مشرقين فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون فدعا موسى ربه فغشيتهم ضبابة حالت بينهم وبينه وقيل له ضرب بعصاك البحر ففعل فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم يعني الجبل فانفلق منه اثنى عشر طريقا فقالوا إنا نخاف أن توحل فيه الخيل فدعا موسى ربه فهبت عليهم الصبا أي ريح الصبا فجف فقالوا إنا نخاف أن يغرق منا ولا نشعر فقال بعصاه فنقب الماء فجعل بينهم كوا حتى يرى بعضهم بعضا ثم دخلوا على حا حتى جازوا البحر وأقبل فرعون حتى انتهى إلى الموضع الذي عبر منه موسى عليه السلام وطرقه على حالها فقال له أدلاؤه إن موسى قد سحر البحر حتى صار كما ترى وهو قوله واترك البحر رهوى يعني كما هو فحذها هنا حتى نلحقهم وهو مسيرة ثلاثة أيام في البر وكان فرعون يومئذ على حصان فأقبل جبريل على فرس أنثى في ثلاثة وثلاثين من الملائكة ففرق الناس ففرق الناس ففرق الناس وتقدم جبريل عليه السلام فسار بين يدي فرعون وأتبعه فرعون وصاحت الملائكة في الناس إلحقوا الملك حتى إذا دخل آخرهم ولم يخرج أولهم التقى البحر عليهم فغرقوا فسمع بنو إسرائيل وجبة البحر حين التقى فقالوا ما هذا قال موسى غرق فرعون وأصحابه فرجعوا ينظرون فألقاهم البحر على السحر وأخرج بن عبد الحكم وعبد بن حميد عن مجاهد رضي الله عنه قال كان جبريل بين الناس بين بني إسرائيل وبين آل فرعون يقول بين بني إسرائيل وبين آل فرعون فيقول أرويدكم ليلحقكم آخركم فقالت بنو إسرائيل ما رأينا سائقا أحسن سياقا من هذا وقال آل فرعون ما رأينا وازعا أحسن زعة من هذا الوازع القائد فلما انتهى موسى وبنو إسرائيل إلى البحر قال مؤمن آل فرعون يا نبي الله أين أمرت قال هذا البحر أمامك وقد غشينا آل فرعون فقال أمرت بالبحر فاقتحم مؤمن آل فرعون فرسه فرده التيار فجعل موسى لا يدري كيف يصنع وكان الله قد أوحى إلى البحر أن أطع موسى وآية ذلك إذا ضربك بعصا فأوحى الله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فضربهم فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم فدخل بني إسرائيل وأتبعهم آل فرعون فلما خرج آخر بني إسرائيل ودخل آخر آل فرعون أطبق الله عليهم البحر وأخرج ابن المنذر عن سعيد ابن جبير رضي الله عنه قال نزل جبريل يوم غريق فرعون وعليه عمامة سوداء وأخرج الخطيب في المتفق والمفترق عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصفق بيديه ويعجب من بني إسرائيل وتعنتهم لما حضروا البحر وحضرهم عدوهم جاءوا موسى فقالوا قد حضرنا العدو فماذا أمرت فماذا أمرت قال أن أنزل هاؤنا فإما أن يفتح لي ربي ويهزمهم وإما أن يفرق لي هذا البحر فضربهم فتأطط كما تتأطط الفرس أو كما تتأطط الفرش ثم ضربه الثانية فانصدع فقال هذا من سلطان ربي فأجاز البحر فلم يسمع بقوم أعظم ذنبا ولا أسرع توبة منهم قوله تعالى واتل عليهم نبا إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباءكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه في قوله فنظل لها عاكفين قال عابدين قال هل يسمعونكم إذ تدعون يقول هل تجيبكم آلهتكم إذ تدعوهم هل تجيبكم آلهتكم إذا دعوتموهم وأخرج ابن المنذر عن عكرمة رضي الله عنه في قوله إذ يسمعونكم قال هل يسمعون أصواتكم قوله تعالى الذي خلقني فهو يهدي والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة رضي الله عنه قال كان يقال أول نعمة الله على عبده حين خلق وأخرج الفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن منذر وابن أبي حاتم عن مجاهد رضي الله عنه في قوله أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين قال قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا وقوله لسارة إنها أختي حين أراد فرعون من الفراعينة أن يأخذها وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله وألحقني بالصالحين يعني أهل الجنة يعني أهل الجنة وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنه ما في قوله واجعل لي لسان صدق في الآخرين قال يؤمن بإبراهيم كل ملة وأخرج ابن أبي الدنيا في الذكر وابن مردوية من طريق الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ العبد لصلاة مكتوبة فأسبغ الوضوء ثم خرج من باب داره يريد المسجد فقال حين يخرج بسم الله الذي خلقني فهو يهدين هداه الله للصواب بسم الله الذي خلقني فهو يهدين هداه الله للصواب ولفظ ابن مردوية لصواب الأعمال والذي هو يطعمني ويسقين أطعمه الله من طعام الجنة وسقاه من شراب الجنة وإذا مرضت فهو يشفين شفاه الله وجعل مرضه كفارة لذنوبه والذي يميتني ثم يحين أحياه الله تعالى حياة السعداء وأماته ميتة الشهداء والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين غفر الله خطاياه كلها وإن كانت أكثر من زبد البحر رب هب لي حكماً وألحقني بالصالحين وهب الله له حكماً وألحقه بصالح من مضى وصالح من بقي واجعل لي لسان صدق في الآخرين كتب في ورقة بيضاء أن فلان ابن فلان من الصادقين ثم وفقه الله بعد ذلك للصدق واجعلني من ورثة جنة النعيم جعل الله له القصور والمنازل في الجنة وكان الحسن يزيد فيه واغفر لي والدي كما ربياني صغيرا وأخرج ابن جرين والحاكم وصحها عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إن ابن جدعان كان يقر الضيف ويصل الرحم ويفعل ويفعل أينفعه ذلك قال لا إلا أنه قال لا إنه لم يقل يوماً قط رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين قوله تعالى واغفر لي أبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله واغفر لي أبي قال من عليه بتوبة يستحق بها مغفرتك وأخرج عبد بن حمين وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة في قوله ولا تخزني يوم يبعثون قال ذكر لنا أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال ليجي أن رجل يوم القيامة من المؤمنين آخنا بيد أبي له مشرك حتى يقطعه النار وأرجو أن يدخله الجنة فيناديه مناد أنه لا يدخل الجنة مشرك فيقول ربي أبي ووعدت أن لا تخزيني أن لا تخزيني قال فما يزال متشبثا به حتى يحوله الله في صورة سيئة وريح منتنة في صورة ضبعان فإذا رآه كذلك تبرأ منه وقال لست بأبي قال فكنا نرى أنه يعني إبراهيم وما سمي به يومئذ وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ولنا لقاء آخر إن شاء الله تعالى